لا ماء ولا كهرباء لا مدارس لا شوارع ولا أي نوع من الخدمات التي توفر للإنسان وأراضيها تغص بمستنقعات المياه الآسنة الجالبة للحشرات والأمراض هذا غيظ من فيض زحمة الإشكاليات التي يشكو منها حي القدس في قضاء العزيزية بمحافظة واسط معاناة أهل هذا الحي المنسي كبيرة وأصوات أهله ومناشداتهم القديمة المتجددة يومياً كثيرة لكن آذانة جهات الحكومية المسؤولة لا تسمع هذه الأيام فجميع حواسها مشدودة اليوم نحو انتخابات مقبلة يجونا بالانتخابات شتا ساجل نطيقهم مثل انتخابات كل ما نشوفهم ولا نشوفهم ولا نعرفهم راجعنا المسؤولين يقولوا أنتم ما مشمولين بالخدمات أنتم متجاوز مع العلم هالمنطقة الحواس والخمس والقدس كلها تجاوز حوالي ممكن 8-9000 بيت كلها تجاوز دولة ما متجاوزين بس احنا متجاوزين وتكبر مأساة هذا الحي وتتعظم جراح قاطنيه عندما لا تسمع أصوات أمهات أبنائه اللواتي بات الاستماع لشكاويهن أنجع دواء يمكن أن يخفف أو يشفي أصواتهن المكلومة يجيزون المنتخبين تعاين تخمينا أنتخبهم وكل شي ما يسووا لي وصال لهدع السنة لا كاتل لا بايق ولا سار لا بلدية تجينا ولا حي الطاب علينا ولا مسؤول طاب علينا حتى المحافظ قال لي تعاين جي بي وبيش خير ويدلي وجاني هنا ورحت للمحافظ وهمينا كل شي ما سوا لي لحد ويبقى حي القدس واحدا من أحياء ومناطق عراقية كثيرة باتت مسرحا تقدم على خشبته عروض الخدمات الحكومية على أطباق من الفضة للمواطنين المقهورين